بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السنة هذا تدعيم لك انت شخصيا احنا لما نناقش بعض الظواهر الموجودة في مجتمعنا دائما لما يكون سندها من خلال كتاب السنة فهذا الدلال على اهمية هذه الظاهرة وان هذا الامر جدا مدعم من خلال ايات القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم عن يوم قاعدنا نحاول ان ناخذنا خطوة واحدة للتغيير بالامس كنا نتكلم عن التغيير من السلب الى الايجاب وقبلها كنا نتكلم عن خطوة نحو التغيير الايجابي ناخذ التغيير المهم في حياتك كل هذه الامر ترى كلها تغييرات تبدأ بخطوة واحدة الخطوة اليوم ان شاء الله سنتكلم فيها عن اختيار الصحبة الصالحة او اختيار الصحبة بشكل عام في كثير مننا وفق لهذه الصحبة في كثير مننا لم يوفق ولكن هذا مو معناة نهاية المطار احيانا الصحبة هي من يعني اتفجيك من عذاب القبر وايضا من مشاكل الدنيا لعدة اسواب وراح نذكرها اليوم ان شاء الله وراح نذكرها في احاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بداية خلوني ارحب باستاذي الغالي احمد الغانم باحت في الدرسات السلامية اهلا مرحبا ياهلا بك الله يسعد شيخنا الغالي لا شك بان موضوع حقوقنا نتكلم فيه عن اختيار الصحبة طبعا كلمة اختيار الصحبة امرها كبير شيخنا الغالي ولا شك بان احنا دائما نؤكد بان الصعب والمستحيل في هذا البرنامج ممنوع لعدة اسباب بانك انت لما تتوكل على الله ينتهي الامور كلها الانتقال الانتقال بان من السلب الى الايجاب او الخطوة دائما يبدأ من خلال الارادة من خلال العزيمة والارادة نعم والصدق في هذا الامر نعم والتوفيق من وين من الله سبحانه وتعالى نعم اذا شيخ الغالي الان بتكلم على اهمية الصحبة بداية ما المقصود بالصحبة الصحبة هو الملاسق لك الانسان الملاسق لك يسمى صاحب وهذا الصاحب اما ان يكون وبال عليك في الدنيا والاخرة واما ان يكون وخير لك في الدنيا والاخرة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب من صباح امثلة جميلة فمن هذه الامثلة التي ضربها عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح الجليس هو الصاحب والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك يعني طيبك من الطيب اللي معاه واما ان تبتاع منه تشتري منه طيب واما ان تجد منه ريحا طيبة كل حالاتك طيبة والله الحمد تشم ريحة زينة او تشتري عطر منه او انك على اقل هو طيبك يعني فبالنهاية الفائدة لا تعدم من الصديق الصالح فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كان حامل المسك ونافخ الكير وذكرنا حامل المسك ماذا يصنع قال ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا طيبة كريها اللي هو الجليس السوء السوء يحرق ثيابك يعني نجيب لك المصائب عد عليه واذا ما حرق لك ثيابك وملابسك شي سوي فيك تجد منه ريحا خبيثة يعني لا بد ان يجيك من طرف أذى ولو بالكلام ايه فلان صديقة فلان واذاك يقال قل لي من تصاحب اقول لك من أنت نبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على ديني خليلة فلينظر أحدكم من يصاحب من يخالل أو من يصاحب نعم فأمر الصحبة أمرها عظيم وصراحة يعني الصباح أنا عن نفسي قبل كنت أعتقد أن الصاحب يؤثر مثلا في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الشباب بس إن الإنسان ذاك تمال ونضج وصارك أن نقول عمره أربعين وخمسين سنة ما يتأثر بالصحبة سبحان الله أنا عندي مثال لرجل كان من أهل المساجد وهو ستيني ما شاء الله بالستين من عمره ورجل أشهد له أنه كان محافظ على الصلاة وما يقطع صلاته أبدا مع أنه كان عنده بعض الأمراض وبعض الأوجاع سبحان الله تعرف على صحبة شغلتهم يعني الدواوين ودواوين مو خطأ ولكن أقصد شغلتهم يعني شغلتهم الدواوين التي تبعد عن ذكر الله الجنجفة وما يهتمون بالصلاة ويقدمون كثير من المباحات وربما دخلوا بالمحرمات حتى فقدناه في المسجد ورحنا وسألنا عنه وزرنا قال والله غيرت ربعي الحين قاعد مع فلان ذكر لنا نماذج فسبحان الله وجدنا هذا الرجل الستيني تغير بعد هذا العمر ستيني يعني مفروض يكون نضوجها أكثر أي الحين مفروض يجدد إيمانها صح إي والله صح فسبحان الله انتقل إلى صحبة فأثرت فيه فالصاحب يؤثر شغل قالي أنا في بداية المقدمة ذكرت بأن أحيانا في بعض الصحبة تنجيك من عذاب القبض صحي لليت نثبت هذا الأمر صحي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدونه وجهه فعندما أنت تحتسب نفسك مع أناس صالحين الأناس الصالحين ينفعونك في الدنيا ويذكرونك في الله في القبر تنزل أعمالك الصالحة تنفعك وأيضا أصدقائك الصالحين يدعون لك حتى بعد أمامك كان عندي تغريدة قديمة توفي أحد الشباب الصالحين الله يرحب رحمة الله عليه الله يغفر لو يتجاوز عنه كان هناك شيء عجيب الجنازة خلصت ودفننا الميت رحمة الله عليه هذا الشاب بقي إخوانا في الله يحيطون القبر يمكن أكثر من عشر إلى خمستعشر شاب كلهم من أهل يعني يظهر عليهم مظهر يعني التمسك بالسنة والصلاح بإذن الله تعالى نحسبهم والله حسيبهم جلسوا يبكون على قبره ويدعون له في لحظات حاسمة ما كان هدفهم الدنيا ترى لو هم صاحب الدنيا على قولتهم خلوهم مشو خلاص حاننا قمنا بالواجب وعزيناه ودفنناه ومشينا جلسوا على قبره يدعون له وهو في أمس الحاجة في هذه اللحظات إلى الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما الدفن أحد الموتى قال سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل شف نفعه حتى في قبره يعني الصحبة الصالحة تنفع الإنسان في قبره من أي ناحية المثال اللي أنا ذكرته وهو في قبره يدعون له يدعون له نعم بالثبات على كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله من ربك ما دينك من نبيك الله يقويك شيئر قال الآن شيئر قال بتكلم على تحمل المسؤولية لكل مننا يعني اتخاذ قرار يجب أن يتحمل المسؤولية وحده ومنفردة أنت اخترت ربعك يجب أن تتحمل مسؤولية هذه الصحبة في كثير مننا يعني شيئر قال يعني نلاحظ بعض أصدقاء السوء هم دائما سبحان الله أصدقاء السوء لهم سلوكيات فاضحة والمشكلة لأننا يعني معروفين سبحان الله لما أنت تروح لأي ديوان أو تروح لأي مكان تعرف من هذا صديق سوء ولا هذا صديق حسن فأنتكلم على تحمل المسؤولية وخاصة مسؤولية الذات اتجاه هذا الاختيار الصحبة نعم الصاحب كالسيرة الذاتية أو السي في يقول لك الصاحب صاحب الصاحب صاحب فأحيانا يعني لو جلست مع شباب وقالوا لك هذول الشباب ورفيجهم فلان أي فرما في داية تقعد معه خلاص أنت عرفت سلوكه نفس ما توضلت بصباح خلاص عرفت منه هذا الشخص والسبة أن هذا الربعة يعني من خلال سلوكياتهم من اهتماماتهم حديثهم عرفت أن هذول عفوا الشباب أو هؤلاء الصحبة سيئين فلو كان عفوا لو كان مو منسجم معاه وما جلس ولا استمر معاه مثل الآن المغناطيس سبحان الله فيه له اتجاهين فيه اتجاه يلزق مع بعض فيه اتجاه لا هذا يسمونه سلب والإيجاب سلب والإيجاب نعم فالإنسان عندما يكون إيجابي أكيد ينجذ بالإيجابية ما يروح للسلبية مفروض يعني أكيد فالصحبة لها أهمية كبيرة فإذا أردت أن تنجو في الدنيا بسمعتك وبمسيرتك وتنجو بالآخرة بحسناتك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى فاختار الصحبة الصالحة لأن هناك في الآخرة منابر من نور للمتحابين في جلال الله الصحبة الصالحة أيضا شيخ الغالي أنا ودي أن أنبه على أمر مهم سابق عبد الله حيانا الشخص الصالح ليس بالطرور أن يكون موجود متواجد في المسجد باستمرار صحيح حيانا يكون نيةه سبحان الله صالحة أهدافه صالحة وهو سبحان الله راضي والدينه هل تتفق معي في هذا الأمر؟ أكيد يعني عفوا لما نقول إنسان صالح يعني ما نقصد فقط المطوع أو طالب العلم أو ترى الأصل المسلم هو في خير ولكن تتفاوت الأمور ترى قد يكون إنسان مظهر عادي تشوف مثلا والله مو نشر تكون مطوع أو لا شك أن هذه الأمور هي أقرب هذا يعني مطبق للسنة كشكل ولكن في مضمون في القلب في إنسان بار في والديه في إنسان مثلا لخبيئة من أعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى في إنسان أصلا عنده أخلاق عالية فأنت لما تقعد معاه تستفيد من أخلاق ما تستفيد من علمه كعلم ولكن تستفيد من سلوكياته الإيجابية أين فالصاحب في هذا المقام يعني لا يقتصر على الصاحب خنقول إمام المسجد أو المطوع أو طالب العلم هذه دائما ما يقولها فئات الصحبة الصالحة يعني قد تكون إمام قد يكون عالم قد يكون زميل في الدوام لاعب أي شيء ولكنه يعني عنده عند الصفات الإيجابية وهو إنسان يعني خنقول يوضع في دائرة الصلاح صلاح الأعمال وقفنا عن موضوع الصفات وهذا تعتبر أهم نقطة يمكن أن نقشناها في موضوع الصحبة الصالحة وقلنا بعد يعني سلبيات هذه الصحبة وأيضا تكلمنا عن إيجابيات هذه الصحبة الآن وصلنا في الختام شيخ نالغالي أنا أريد أن نستمر في الحلقة ولكن شروط الحلقة خلاص صفر الحكاو شيخ نالغالي كلمة الأخيرة كلمة الأخيرة قل لي من تصاحب أقول لك من أن اختر صاحبا ينجيك في الدنيا من المشاكل لا يجيب لك مشاكل ولا يطيخ لك مشاكل وينجيك في الآخرة لأنه يأخذ بيديك وتأخذ بيديه إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى قواك الله شاهد الغالي والشكر أيضا نصو السادة المشاهدين على حسن استماعك ومشاهدتكم لنا أسأل الله عظم أن يحفظ لدنا من كل مكروح ودمعنا نعمة الأمن والأمان شكرا